الحلقة بحب أسمع رأيك طبعا أنت ابن كتلة لا تريد يعني طرأ أنه هذه الجلسة جلسة تشريعية هي لا دستورية وقعت كنت من النواب مع كتلتك الذين وقعوا على هذا البيان الاعتراضي على موضوع الجلسة والتي يرى فيها أنها ضرب لأصص الدستور وضرب لأصص النظام من أساسه وهي غير شرعية فتنة هلأ على مشكل جديد بهالأسبوع اللي طالع وما بعرف إذا ممكن أن يؤدي إلى نتيجة لأنه ما في توازن يعني طابش الكفة لميلتون خلينا نشوف سيد سمر إذا طابش لميلتون لح تبقى أو لح تغير الموازين من هلأ لكم يوم عفوا أولا بدي تعليق صغير أنه الصراع اليوم أكيد ما له أي طابع طائفي أو مذهل الصراع اليوم هو صراع دستوري ومثاقي دستوري لأنه الدستور واضح والمالدي 75 بمنتهى الوضوح وروحية الدستور كلها سوى واضحة أنه عندما تخلو سدة الرئاسة الأولى يصبح مجلس النواب هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ولا يجوز لها أن تقوم بأي عمل تشريعي قبل ممارسة الواجب الدستوري الأهم لهو انتخاب رئيس جمهورية لأنه هذا العمل يؤدي إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية اللي فيها رئيس جمهورية ومجلس الوزراء ومجلس نياب والحديث عن فكرة أو عن عبارة أو تفسير عبارة المجلس الملتأم يعني فعلا شوي مضحكي لأنه تنصف وتعطل نص المادي 75 تعطل روحية الدستور والغاية من وضع المادي 75 لأنه ما ممكن نفسر أنه المجلس الملتأم خلال جلسة الانتخاب فقط لا يحق له التشريع لأنه ساعتها ما بيكون فيها الحث الذي يمارس الدستور على المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية وساعتها ندعي لجلسة مثل ما عم بيصير هلأ وهيدا تفسير الرئيس برري اللي نحن ضده بشكل مطلق نعم ندعي لجلسة أوكي بهالجلسة الانتخابية ما لح أعمل تشريع بس بسكر الجلسة وتاني يوم بدعي لجلسة تشريع وكأنه شيئا لم يكن وكأنه يعني هناك تطبيع محالة فراغ بموقع رئاسي أولى هذا الفراغ أيضا له بعد ميثاقي ويدرب الميثاقية في هذا البلد ويدرب أيضا مبدأ دستوري أساسي هو تعاون السلطات الدستورية فيما بينه والفصل بينه وقت اللي نحن نشوف المادة 57 ست سمار اللي بتعطي رئيس الجمهورية حق النشر نشر القوانين وحق ردة لإعادة الدرسة إلى المجلس النيابي وقت اللي نحن عم نشرع بشكل عادي خلال خلوة سدة الرئاسة الأولى عم نكسر العملية التشريعية وعم نفقدها جزء أساسي من العملية المنتظمة للتشريع في أمريكا هنا في نقطة أساسية هي هذا الاختلاف في تفسير الدستور يعني الشيء اللي اتفضلت فيه أيضا هناك مثل ما ذكرنا ويلي على أساسه ستقوم هذه الجلسة نهار الخميس يلي هو تفسير آخر للدستور وكان تفسير نحن بارح ذكرناه أيضا هو للرئيس الراحل حسين الحسيني اللي معروف يعني يسمى أبو الطائف ومعروف أديش هو عميق بموضوع دراسة بالموضوع الدستوري يعني بموضوع الحسم والفتوى بالموضوع الدستوري بيقول أنه لا يجوز للمشرع أن يدرج على جدوى الأعمال جلسة ملتئمة أي من المواد الخارجة عن المهمة الانتخابية يعني هاي المشكلة أنه في هذا الاختلاف بالتفسير الدستوري ما رح نوقف كتير عنده لأنه هاي وجهتين نظر موجودين بالنهاية الفكرة مبيحة وقعته على بطريقة للإفتاح يكون فيه وجهتين بتفسير أي نص دستوري كان يعني النواب اللي اجتمعوا بالطائر عطيين صلاحية تفسير أي نص دستوري غامض إلى المجلس الدستوري نعم انتزعت هذه الصلاحية من المجلس الدستوري وأعطيت الهيئة العامة خلي الهيئة العامة التئم لتفسير الدستور نحنا ما عنا مانع يعني نحنا ما بدنا بظل هذا الغموض وإن كنا متمسكين بوجهة النظر أنه روحية الدستور تريد من المشترع انتزام عمل المؤسسات ولا تقبل بفكرة الفراغ في أي مؤسسة دستورية سواء كانت قاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء اللي بتقول أنه تبقى حكومة تصريف أعمال أو بمجلس النواب يعني التفسير اللي نحنا عم نعطيه متوافق أكتر أولا مع الديمقراطية مع مفهوم الديمقراطية ثانيا مع انتزام عمل المؤسسات وأي تفسير آخر أنا برأيي يضرب هذه المفاهيم وهذه الأسس التي تقوم عليها أستاذ جوش كان عندكم رأي آخر بمراحل سابقة وهذا الشيء اللي ذكروا أستاذ ظافر أنكم شاركتم بجلسات قبل وما كان في رئيس جمهورية يعيبون علينا أنه نحنا شاركنا بوقت من الأوقات بجلسات الشريع ضرورة أنا خليني أقول وباختصار شديد جدا أنه بالسياسة من أهم الفضائل هي الرجوع عن الخطأ طيب ما أنا سميت ميشيل عون رئيس جمهورية بظلني سابقة محلة وبقول لأني سميت ميشيل عون رئيس جمهورية ببدي ظلني سمي رئيس من نفس هذا المحور وبنفس هذا الإداء